رضا خليل بلوشي على قناة الاهلي لا 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 هو الكلمة اللي انت دايما تقولها هشام مصطفى منور مصر واحنا جمهور الاهلي بين اتفاق البيك حمد بقول ماتشي ايطاليا وسويسرا في اليورو كان من احسن الماتشاط اللي استمتعنا بيها لسبب تعليقك يا باش مهندس وفانا ماتشي ده مش واخد حقه معاك من بعيد عادة ايطاليا فحذروا اربطوا احزمتكم حصنوا شبابكم احموا مرماكم استيقظت ايطاليا من غفوتها الجملة فعلا يعني الناس حفظة طبعا هذه الاشياء اللي بس يعني في حاجة قد بعدها نست الناس اللي قبلها مع هذا ماتش ايطاليا وسويسرا فعلا الجمل اللي الناس دايما ترددها يعني لما تلاعيني في مكان او حتى على البوستات في انستجرام وتويتر فيسبوك في وسائل التواصل الاجتماعي لكن ماتش ايطاليا واسبانيا اللي جاء معاديين وجملة بلا تشاوي ممكن خلت الناس تنسى اللي قبلك خلت الناس تنسى اللي قبلك هو لسه بيقول ان هو الماتش ده ده حديدا ماتشي ده ايطاليا وسويسرا صحيح 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 على الرجل من كان فيه من الواضح ان كان فيه تعليقات مهمة جدا الحقيقة قلتها اثناء المباراة فضل يا سامير من احلى ماتشاتك توتنا ومنشستر سيتي في دولي ابطال اوروبا ده السوبر ماريو احسن لعب في العالم بالنسبة للمعلق الممتع خليل بلوشي ده محمد ابو حماية احسن لعب في العالم حاليا محمد محمد صلح يعني احسن لعب في العالم حاليا حاليا ويمكن انا قلت في اكثر من مرة حتى في مداخلات مع بعض القنوات والاذاعات في مصر ان الكلام هذا قبل اعلان جائزة البلندور يعني كان فيه تفاول كبير ان محمد ممكن يكسبها السنادي بس انا قلت لهم لا مستحيل يكسبها السنادي لعدة اعتبارات ان تألق محمد جاء في الفترة الاخيرة وتألق محمد جاء في فترة تم اغلاق فيها التصويت تم اغلاق فيها التصويت وبالتالي صعب جدا ان محمد صراح ياخذ الجازة محمد لو يستمر بالوضع اللي هو عليه حاليا ممكن ينهي 22 كأفضل لاعب في العالم بغض النظر عن بقية الاشياء لكن اليوم ايضا كان فيه جواز جلوب سكر يعني فيه بعض الاختيارات اللي اللي فاجأتني حقيقة على مستوى اختيار مثلا انبابي كأفضل لاعب في العالم انا مش مقتنع فيها شخصيا مقتنع باختيار الانبابي مش مقتنع في هذا الموضوع لكن دائما مثل هذه الجواز صعبة جدا صعبة اللي تعتمد على تصويت الجمهور اللي تعتمد على تصويت الناس فيها صعبة لكن لما تكون فيه اعتبارات واضحة ولما تكون فيه معايير واضحة لاختيار جائزة معينة تحط الاشياء المطلوبة واحد اثنين ثلاثة اربعة هنا ممكن تكون الجائزة منصفة وبشكل كبير وترضي الجميع اختيار ميسي كأفضل لاعب في العالم 2021 ما كان مرضي لفئة كبيرة جدا من متابعين كرة القادمة تجعل الناس ما بين مؤيد ومعارض لكن لما تكون فيه اعتبارات واضحة في اختيار الجواز مثل هذه ممكن يعني خلاص احنا راح ناخذ مثلا اعلى لاعب سجل اهداف اعلى لاعب مثلا عمل أسست لعب موتشوت ساهم وبالتالي تضع هذه الاعتبارات كل حقق انجازات وبطولات وتحط عليها نقطة او نقاط معينة كل موتش ياخد عليه نقطة معينة كل هسست ياخد عليه نقطة معينة كل هدف ياخد عليه نقطة معينة كل بطولة ياخد عليها نقطة معينة هنا راح تكون الجائزة اكثر انصافة لكن ده ما بيحصنش الحجل ما بيحصنش لان توتتي قالها مرة الفيفا بيبحث عن البقرة التي تدر الحليب ترجمة نانسي قنقر